انا بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لافتتاح حوار المنام 2019 الذي انطلقت أعماله مساء أمس وأعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لافتتاح هذا المؤتمر الأمني والدولي المهم نيابة عن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء والذي ينعقد في مملكة البحرين للمرة الخامسة عشرة بحضور عالي المستوى من وزراء وخبراء وأكاديميين وخبراء في السياسة والأمن ومن العسكريين للبحث وتبادل الأراء والأفكار والرؤى فيما يجري حولنا وفي العالم من قضايا وأحداث مهمة تشكل في مجملها تحديات خطيرة تهدد أمن واستقرار الدول كافة وتعيق مسيرة تقدمها ونموها ومستقبل شعوبها وأكد سموه أن الأمن هو أساس التنمية وهو ما يسعى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الشأن للعمل على تعزيزه دوليا وإقليميا بما يهيئ الأرضية الخصبة لاستمرار مسارات التنمية في كافة دول العالم مشيرا سموه إلى أن حوار المنامة أصبح أحد المؤتمرات المهمة التي تتناول القضايا والمواضيع المعنية بالأمن والسلم الدوليين وهو ما أسهم في التغلب على العديد من التحديات وتعزيز الاستقرار في المنطقة وبالتالي مواصلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولها وأشار سموه إلى أن مستوى المشاركة التي يحظى بها حوار المنامة من قبل العديد من الدول يأتي تأكيدا على ما يحوزه هذا المنتدى الدفاعي والأمني من أهمية بالغة في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة عبر ما يطرحه من وجهات نظر ورؤى واهتمامه بالأمن كركيزة أساسية لتحقيق تنمية المستدامة وأكد سموه أن مملكة البحرين لن تألو جهدا في كل تحالف من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا وهو ما يتبين من خلال مبادرتها المتواصلة وانضمامها لكافة التحالفات الهادفة للدفاع عن الحق ومحاربة الإرهاب والتطرف ما يؤكد حرصها على المضي في هذا السبيل من أجل استمرار مسارات التنمية والاستقرار ويأتي ضمن ذلك مشاركة مملكة البحرين في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وفي التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية إلى جانب انضمامها للعمل المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة لتأمين الممرات الدولية للتجارة والطاقة وحرية الملاحة في المنطقة وعبر سموه عن أمله بأن تسهم جلسات هذا الحوار في إنشاء قاعدة أمنية متطورة تسهم في حل النزاعات والحروب ومحاربة الإرهاب والتطرف بكافة صوره وأشكاله متمنيا للمشاركين كل التوفيق والنجاح ومعبرا عن شكره للدكتور جون تشاكمن المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومعاونيه لجهودهم في الإعداد لهذا اللقاء الأمني والسياسي وتهيئة سبل نجاحه وقد ألقى الدكتور جون تشاكمن المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط خلال الافتتاح كلمة استعرض فيها التحديات التي تمر بها المنطقة وأهمية التعاون الدولي من أجل محاربة الإرهاب والتطرف وعبر عن توحيد الجهود لمواجهة الفكر المتطرف وهو أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم وشعوبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر